طبق توقاتكم في اليوم السادس من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا اختتمت الجولة الأولى من المحادثات بين الجانبين في بيلاروسيا دون اتفاقات فورية لكن من المتوقع عقد جولة جديدة في الأيام المقبلة هذا وقال رئيس الأوكراني فلودمير زيلنسكي أنه سيتم إطلاق صراح السجنة من ذوي الخبرة القتالية للمساعدة في الدفاع عن البلاد وقالت ميشيل باتشيليت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إن أكثر من مئة مدني من بينهم سبعة أطفال قتلوا في الصراع في أوكرانيا فيما أصيب ثلاثمائة وأربعة أخرون كما أفادت وكلة اللاجئين للأمم المتحدة أن ما يقرب من نصف مليون شخص فروا من البلاد